انقاذ الكوكب من تداعيات التغير المناخي لم يعد متاحا لوقت طويل واقع يضع قمة المناخ في غلاسكو أمام تحديات ومسؤوليات عدة وقد يجعلها الفرصة الأخيرة لمحاولة انقاذ كوكبنا وهو ما دفع رئيس قمة المناخ ألوك شارما إلى التحضير من أن مؤتمر غلاسكو هو الأمل الأخير لحصر الاحترار العالمي بدرجة فاصل نصف درجة مئوية معدلا بوضوح أن آثار الاحتباس الحراري دخلت في نطاق الخطر فماذا يجب أن تفعل قمة المناخ بعيدا عن المواقف والتحذيرات وأي خطوات مطلوبة لتنفيذ التعهدات التي سبق واتخذت الدول الكثير منها ولم تطبق منها إلا القليل وكيف يهدد الاحتباس الحراري الكرة الأرضية وما يعيش عليها معنا من بيروت مديرة المركز العربي لسياسات تغير المناخ في الأمم المتحدة السيدة رولا مجدلاني أهلا بك أستاذ رولا كما ينضم إلينا بعد قليل من بالم بيتش في ولاية فلوريدا أستاذ البيئة بروفيسور جيف بان تريز سنرحب به فور جهوزه معنا أبدأ معك أستاذ رولا أبدأ معك من فضلك بصورة عامة عن المخاطر التي تتهدد كوكب الأرض التي ستبحث على هذه الطاولة كيف سيكون العالم في حال لم يتم تطبيق هذه البنود الملحة؟ مساء الخير أولا مع أنه التحديات كبيرة كتير بس أنا ما بحب بلش بأنه رح تجي النهاية يعني دايما في حلول وفي حلول ممكنة ولكن الوضع مثل ما هو حاليا لابد أنه يكون فيه تكاتف دولي للحد من ازدياد حرارة الأرض من خلال أنماط الانتاج والاستهلاك يلي الدول والشعوب بتنتجها إن كان بالانتاج إن كان بالزراعة إن كان باستهلاك الموارد الطبيعية إن كان بالطاقة استهلاك الطاقة استهلاك المياه المفرط وهذا يعني بتأدي إلى عواقب جسيمة أول شي ناخد المنطقة العربية نحن منطقة بأي حال نعاني من شح المياه ازدياد الحرارة رح يؤدي لأكتر شح أكبر من المياه يعني نقص تراجع ونحن بالأسكو عملنا توقعات على مختلف السيناريوهات وكل السيناريوهات بالدل بالمتوسط القرن وبنهاية القرن رح يكون عنا تراجع فيه طول الأمطار ازدياد الحرارة أكتر من يعني قد تصل بين الأربعة إلى خمس درجات وهذا بأثر بشكل كبير مش بس على توفر المياه ولكن على الزراعة على ارتفاع المياه البحار بأثر على قطاعات انتجية سأعود معك إلى كل هذه القطاعات سأعود معك أيضا إلى التدعيات أستاذة رولا والتي لم تريد الحديث معها عنها مباشرة ولكن سنذهب إليها بالتفصيل ولكن نرحب من جديد بضيفنا من فلوريدا أستاذ البيئة بروفيسور جيف فان تريز سيد جيف كيف سيكون العالم في حال لم يتم الاتفاق وبسرعة على كل هذه النقاط المرتبطة ببيئة الاحتباس الحراري بارتفاع حرارة كوكب الأرض وكيف ستكون هذه الصورة في حال تكررت قارات غلاسكو على المؤتمرات الخمسة والعشرين السابقة سيكون الأمر صعبا لأننا نرى أنه مع إزالة الغابات بشكل متزايد وكذلك زيادة غازات الدفيئة في العقود الماضية سيصبح الوضع ملحن تقرير الأخير أظهر بأننا مع تطلعنا إلى احتواء الاحترار بـ 1.5 فإن الواقع يبرز أننا سائرون في اتجاه 2.4 2.7 من الاحترار لذلك علينا التصرف بسرعة على المستوى الانتقالي الانتقال في الطاقة وكذلك الحفاظ على ما يمتص الكربون من أشجار وغابات أعتقد أن العواقب ستكون وخيمة ولذلك علينا أن يكون هناك تعاون عالمي وخصوصا من أبرز الأطراف والفاعلين أموال طائلة سيد جيف أيضا تنظر إليها قمة غلاسكو ربما كان هناك فشل في قمة باريس في القمم السابقة تكرار اليوم هذا الفشل قد لكون لا تحمد عقباه ولا تداعيات ربما أخطر من ذلك التحذيرات مرتبطة أيضا بالتزام القادة سيحتم الأمر تعبئة مالية كبيرة لبناء البنية التحتية وخصوصا من أجل مساعدة الدول النامية وهي تنتقل من أجل أن تصبح معصرا وستحتاج إلى بنية التحتية واستثمارات كبرى في البنية التحتية من أجل أن يكون لها بنا تحتية مستدامة لا يمكن إحداث ذلك باستثمارات داخلية وإنما بمساعدات خارجية ولذلك سيصعب تحقيق هذه الأداف دون دعم دولي وسنحتاج أيضا إلى إخناع الجميع بأن ما أبرزه التقرير الأخير يفيد أننا سنواجه كوارث كبرى إذا لم نتصرف فورا أستاذ رولا ألوك شارما رئيس قمة المناخ تحدث قبل ساعات قليلة عن الفرصة الأخيرة وحذر قادة الدول من عدم الالتزام بهذه المقررات كما حصل في القبم السابقة التراجع ربما من قبل القادة في السنوات السابقة كان سبب مباشر لهذه التداعيات وتبعنا ما حصل في أوروبا أيضا في الأشهر الماضية من فيضانات وزوال عدد من المناطق على مثال في ألمانيا المشهد قد يتكرر في الأعوام المقبلة وماذا عن هذا التحذير لشارما؟ طبعا المشهد قد يتكرر ونحن يعني اليوم عم نعيش تغير المناخ بالسابق كنا نتحدث عن ماذا سيحدث في المستقبل ولكن اليوم نحن عم نعيش حالات المناخية القصوى أو ما يعرف بـ Extreme Weather Event تكاثرة وتواترة بشكل متزايد نرى غابات تحترق نرى فيضانات ومن ثم جفاف نرى حتى لأول مرة هجرة من هجرة مرتبطة بتغير المناخ إذن سوف نرى هذه الأحداث تحصل ولكن أنا هون بس بدي أعقب أنه المفاوضات رح تكون كتير صعبة ليه؟ لأنه بقمة باريس أو باتفاقية باريس الدول كان الاندفاع أنه يكون الدول تيقض قرار جماعي أنه نحن بدنا نتعامل مع تغير المناخ وبدنا نلتزم بارتفاع درجة الحرارة إلى 2 وإذا ممكن للـ 1.5 اليوم أصعب لأنه اليوم مطلوب من الدول أنه تقول كيف رح تنفذ هذه المقررات وترفع ثقف طموحاته في الـ أو ما يعرف بالناشنالي ديتورمند كونتريبيوشن أو الالتزامات المحددة وطنياً وهيدي شيء كتير مهم وصعب بنفس الوقت ليه؟ لأنه نحن اليوم بدك يعني ينعم ينشغل على كل المستويات بالتحول بالطاقة وهيدي يمكن أكبر قطاعي لابد من التركيز عليه وفرص إيجاد التمويل اللازم من الدول يلي التزمت إنها تمول وتمول بشكل ما يناسب الأولويات في المنطقة واليوم يعني يمكن نجاح هذا المؤتمر الكوب 26 يرتكز بشكل كبير أنه يكون فيه عدالة بماذا سيحدث في التمويل يكون على أساس توازن ما بين تمويل التكيف وتمويل التخفيف من المناخ نحن نعرف أنه أكتر الدول اللي راح تتضرر وهي دول الجنوب وما بين الدول العربية هي متأثرة بتغير المناخ ولابد أنه إيجاد التمويل والتمويل الكبير يلي ما عم بيوصل من خلال منح أكتر من ما هي من خلال قروض وحتى لو كانت قروض ميسرة يعني نحن منشوف بعد نحن الدراسة اللي قمنا فيها بالأسكوة على أساس ما هو التمويل اللي عم نحصل عليه هو أكيد دون المستوى وما نحصل عليه لا يوافي أو لا يتوافق مع مع التزمات احتياجاتنا مع أولوياتنا التنموية إذن لابد من النظر في هذه المجالات ولابد من أنه يكون في تعاون دولي لأنه من غير التعاون دولي رصد تضافر الجهود تكون بشكل منسأ ولكن بما يعرف بالمسئولية المشتركة ولكن المتباينة سيد جيف الوكالة الدولية تحذر من أن الانبعاثات ستتضاعف ستصل إلى الظروة في عام 2023 الأموال التي سيتم رصدها مقارنة بالأموال التي رصدت لمواجهة جائحة كورونا والتداعيات الصحية كانت أضعاف وأضعاف ما سيتم رصده بعد قمة غلاسكو كيف يمكن إلزام هذه الدول وتحديدا دول الصناعية وما حذرت من أستاذ رولا والمرتبط بدول بدأت تعدن عن خطتها البديلة وعن الطاقة النظيفة وربما عن تخفيف الانبعاثات في خطة عشرية أولية وتحديدا دول الخليج العربي الكثير من أوجه الدعم سيأتي من مواطن هذه الدول المتقدمة والمصنعة لأنها عليها أن تتحمل المسؤولية أن يكون هناك تحمل المسؤولية حتى نكون فعلا مواطنين عالميين ولذلك ستكون هناك أشكال من الدعم من الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا أستراليا وكندا هذه الدول هي التي يجب أن تدعم أكثر وهذه المشكلة لا يمكن أن تجاهلها نرى الكثير من الحرائق وما آل إليه الوضع في عدد من الأراضي بسبب التصحر بسبب الأجواء والطقس سيئ جدا لذلك أنا أصبحنا نتساءل هل كوكبنا سيظل قابلا للعيش فيه؟ نرى أن هناك لاجئين يأتون من دول عديدة وأيضا هناك دول نامية ستكون تحت ضغط عليها أن تضغط على أساسا من أجل أن يواجه هذه المشكلة معهم أنا أقول إن القادة الذين سيحضرون هذه القمة في جلاسجاو لن يقوموا بهذا الأمر لوحدهم لا بد من الضغط من سكانهم وأوطانهم تحسيد المناخ أستاذ رولا الخطط التي تذهب إليها بعض الدول تحدثت عن خطط أيضا سيلتزم بها أفراد زراعة مئات ألاف الأشجار في عدد حتى من الدول الصغيرة تعثر هذه المستويات العالية ربما من تخفيض الانبعاثات هي مؤشر ربما لعدم التزام الدول في المستقبل القريب ونحن متجهون إلى ذروة المخاطر بعد عام واحد متجهون إلى ذروة في العام الفين وثلاثة وعشرين نصل إلى الأرقام القياسية التي حذرت منها قمة المناخ في باريس الحلول الأولية على ما تقتصر في حال لم يتم هذا الالتزام الكامل والمنشود والمرتجى في جلاسجاو يعني أكيد منتجه إلى مزيد من مثل ما قالت بالأول الحالات التقص القصوى وحوادث تؤدي إلى خسائر في الأرواح وخسائر في البنية التحتية وخسائر في حتى بالوظائف ويعني تهدد بشكل كبير العيش الكريم والعيش مرات في بعض الأحيان العيش بحد ذاته ولكن يعني اليوم خلينا نتطلع قديش من الدول عم بتحط مجهود أن تتبنى سياسات يلي بتطلع على أهمية تغير المناخ التكيف مع تغير المناخ التخفيف من حدها وتشوف قديش كلفتة عليها وترصد إلى احتياجاتها التمويلية والاقتصادية والاجتماعية احتياجاتها ببناء القدرات هلأ الدول وخاصة الدول النامية ودول منطقتنا منا قادرة تقوم بهالشي لحالة ومتل ما قال زميلة يعني لابد أنه الدول المتقدمة الصناعية أنه تستوفي بالتزاماتها يلي قالت هي ملتزمة فيها ولكن لابد أنه يكون فيه يعني هيدا غير كافية لابد أنه نطلع على آليات تمويل مبتكرة نطلع على كيف يمكن للقطاع الخاص أنه يساهم بدعم هالتحول لأنه لابد من تحول كبير في الطاقة تحول كبير في نمط معيشتنا في نمط الاستهلاك والإنتاج ويلي شفناه بالكورونا فرجينا قديش العالم مهدد أنه ينقلب رأسا على عقب بنمط حياته ولابد أنه نطلع على يلي حصل بالكورونا كمثال أنه بدنا نغير طريقة عيشتنا هناك دور كتير كبير للقطاع الخاص وفرجة بفتكر بالسنوات الأخيرة القطاع الخاص أنه قادر يساعد ولكن مش هو يقوم بالعملية يعني الدول لابد أنه لما منقول القطاع الخاص لابد أنه من القطاع الخاص أنه يلعب دور ولكن دور بيكمل دور الالتزامات الدولية والجهات الكبرى الملتيناشنالز المتعددة الأطراف مثل البنوك التنموية مثل الجهات التنمويلية مثل الجرين كلايمت فوند أنه تقدر تقوم بهالالتزامات هذه وتقدر تغطي تساعد الدول للتحسن أنا يعني ما بدي أقول أنه نوصل على 2023 ماذا سيحصل سيوقف العالم ما سيوقف العالم سيد جيف كل هذه العوامل التي ذكرتها أستاذ رولا الآن صياغة إطار عالمي أمام كل التهديدات الوجودية إن كان لمجتمعاتنا ولحياة الإنسان على كوكب الأرض مرتبطة أيضا بتدهور حصل في العقدين الماضيين وفق الدراسات ووفق ما يتم بحثه اليوم في غلاسكو الالتزام الجزئي قد يكون المرحلة أو الأولية وأنت ربطت ذلك أيضا بالتزام الدول الصناعية والغنية ودول الجنوب نعم لم نفعل الشيء الكافي وهناك دول لم تفعل أي شيء في الواقع وذلك منذ آخر قمة للمناخ الآن هناك حديث بأن أصبح هناك وعي أكبر وأنه قد نصل إلى وقت نقول فيه إن الأوان قد فات لذلك الآن هناك إقرار بأن 1.5 درجة لا يجب أن نتجاوز ولكن أن نتحدث عن 2050 فهذا ليس بالضروري سيكون محققا لأنه كان يمكن أن نفعل ذلك في السابق إذا ندرنا إلى العناصر الجيولوجية والجغرافية سنتنتج الكثير من الأشياء التي حدثت حدثت تغيرات كثيرة على مستوى أنماط الأحوال الجوية والتقس الجوي وذلك بشكل غير مسبوق في التاريخ المسجل وتاريخ الحضارة الإنسانية ولذلك نحتاج إلى جهود متضافرة من كل الأطراف وبالنسبة لما الذي يجب فعلها فيما يخص القطاع الخاص والقطاع الحكومي القطاع الخاص له دور كبير بطبيعة الحال فيما يخص إنجاح الانتقال الطاقي لكن يجب أن تكون هناك بنية تحتية على سبيل المثال القطاع الخاص يمكن أن يكون مسؤولا عن صناعة السيارات والمركبات لكن يجب أن تكون هناك طرق زاهزة لاستعاب هذه المركبات لذلك علينا أن يكون هناك مثلا محطات لشحن الكهرباء إذا أردنا أن ننتقل من المركبات التي تعمل بالوقود الأخفار إلى تلك التي تعمل بالكهرباء الأمر نفسه ينطبق على المركبات أو أي معدات تعمل بطاقة الرياح أو طاقة الشمس الوقت الحالي يظهر بأن هناك رخصا في استخدام الطاقات التقليدية بالمقارنة مع الطاقة المتجددة لكن يمكن أن نقلب الآية في المستقبل وذلك عبر الدرائب عبر بعض الأنظمة من أجل أن نشجع على الاستثمار في الطاقة النظيفة هناك أشياء يمكن أن نفعلها بشكل سريع وأن نجعلها قابلة للتطبيق اقتصاديا حتى وإن كانت غير موجودة بشكل كاف في الوقت الحالي وهذا حتى نحقق التغير الذي نسمو إليها بطبيعة الحال هذا سيساعدنا على مواجهة الكوارث الطبيعية التي قد تحدث وعلى المواطنين الذين هم في الدول الصناعية عليهم أن يضغطوا على قادتهم السياسيين حتى يتصرفوا فورا وبنسبة لهم عليهم أن يقنعهم أيضا من مساعدة الدول الأخرى نتفق مع ضيفتكم من لبنان بأنه يجب أن يكون هناك عدالة على مستوى مساعدة الدول النامية والدول الفقيرة من أجل تجاوز هذا الوضع وأن يكون هناك مرسات مستدامة وبالنسبة لتكيف مع طوارئ التغير المناخي هذا أمر ملح وبطبيعة الحال هو سيظهر أكثر في دول العالم النامي بسبب الهشاشة في البنية التحتية إذن هناك أشياء عديدة يمكن فعلها ونأمل أن يكون هناك تغير إيجابي في جلاس جو أستاذ الرولة المشاريع التي تحد من انبعاثات الغازات الدفيئة المرتبطة أيضا بهذه الخطط الحكومية الخطة العالمية المنتظرة ما أهمية التقنيات اليوم وما تحدث عنه أيضا سيد جاف بفرض ضرائب إن كان على المؤسسات على المنتجات وهذا ما سيقلل من اللجوء إلى هذه التقنيات والذهاب إلى الخطط الحكومية البديلة لابد يعني لابد من الإشارة أنه هناك نقلة نوعية وتطور سريع في التقنيات الخضراء أو ما يعرف بالغرين تيكنولوجي من حيث يعني فعاليتها ومن حيث انخفاض الأسعار وهذا شيء يعني بيعطي وعود جيدة إنه نقدر اليوم مثل ما قال السيدة جاف إنه نقلو بالمعادلة إنه يكون فيه من المزيج الطاقة تكون الطاقة المتجددة تأخذ على شريحة أكبر من مزيج الطاقة وتطورت كتير وتطورت وبعدة قطاعات يعني اليوم مش بس بالسولر أنيرجي منشوفها بالسيارات بالنقل منشوفها بالسمارت أغريكولتشر منشوفها بالمحافظة على المياه منشوفها بتقنيات إعادة تدوير المياه بالتحلية وهيدي الشيء كتير مهم لأنه بتخلينا على استمرارية ونقضي حاجاتنا مش بس يعني الكماليات ولكن الحاجات الأساسية للعيش الكريم وللانتاجية يعني التقنيات هايدي التطور التقني يلي عم بيصير عم بيعطينا فرص كتير جيدة طبعا اليوم لما نتحدث عن إزالة الضرائب أو يعني استعمال الضرائب كوسيلة إن كان لتشجيع أو ردع استعمال الأفراط في استعمال الوقود الأحفوري هايدي مهمة كتير ولكن لابد أن تكون ضمن سلة متكاملة من الوسائل أو الأليات الاقتصادية والتمويلية يلي كل بلد بحددها حسب ضمن استراتيجياته استراتيجية الوطنية للتعامل مع تغير المناخ ويلي هي الناشنالي ديتورمن كونتريبيوشن أو الالتزامات الوطنية يلي بتحدد وطنيا وتكون ضمن استراتيجيات التنموية يلي بتأمن لتنمية مستدامة لأنه اليوم نحن لما نتحدث عن التعامل مع تغير المناخ هو تعامل مع تغير المناخ لتحقيق التنمية المستدامة ولي تحقيق أنه لا أحد يعني كي لا يستثنى أحد من التنمية يلي هي الأجندة 2030 أو أهداف الأجندة التنمية المستدامة للـ 2030 يعني اليوم بدنا نطلع على هالإشياء بشكل متكامل أنه يكون فيه ترابط بين الشق الاقتصادي مع الشق الاجتماعي مع الشق المؤسسي مع الشق البيئي الذهاب سيد جيف إلى التشريعات التجربة النيوزيلندية قبل الذهاب إلى غلاسكو ما أهمية إلزام اليوم المؤسسات الإدارات بالإفصاح في كل ملف ربما تذهب إليه عن حجم الانبعاثات والمخاطر وما أهمية سرعة الحكومات في الذهاب إلى هذه التشريعات في حال لم تلحظ ذلك القمة المنعاقدة اليوم بالطبع يجب أن تكون هناك شفافية هناك دول ليست شفافة حول الانبعاثات التي تصدرها والذي يحدث من كوارثة في تلك البلدان وعلينا أن نتحدث عن الزراعة والفلاحة يجب أن نتبنى أساليب زراعة مستدامة وهذا أمر يجب أن يدعم من قبل الحكومات وأيضا إذا تحدثنا عن الدول النامية هناك بعض التمويلات التي تشجع بعض الممارسات غير المستدامة مثل تلك الزراعات للكائنات والنباتات وحادية الخلية وبعض الأشياء الأخرى علينا أن نشجع على النباتات المزروعة المستدامة وتلك التي تبقي خصوبة الأرض ولا تحدث العكس حتى نقلل نسبة الكوارث الطبيعية لذلك الحكومات عليها أن تلعب دورا على مستوى تشجيع وتحفيز العاملين في القطاع الزراعي والفلاحي وأيضا على كل الحكومات أن تفسح عن كل البيانات الخاصة باستخدام الأرض والتربة وما إلى ذلك لذلك أعتقد أن هناك الكثير من الأنظمة التي يمكن أن نسخرها من أجل أن يكون هناك شفافية وإفصاح وأن يكون هناك نشر لممارسات الخاصة باستخدام التربة وأيضا استخدام كل الموارد وحتى نفعل ذلك يجب أن تكون هناك إسهامات وأن يكون هناك تمكين سياسي لأن الكثير من الدول النامية للأسف الشديد أنظمتها السياسية هي يسيطر عليها من قبل الشركات الكبرى واللوبيات هذا يجب أن يتقلص وستسع عليهم أن يخدموا الشعوب وليس العكس وذلك في كل أنحاء العالم بدلا من خدمة مصالحهم الضيقة للأسف والذي يؤدي فقط إلى حصر ما يقومون به فيما يريدون أن يحصلوه من حملاتهم الانتخابية لأهداف شخصية لذلك أعتقد أن هذه الجهود في كوب 26 قد تفضي إلى أشياء لكن علينا أن نبدأ في تصرف الآن في 2021 لن ننتظر لـ 2023 هذا ما يجب أن نفعل آمل أن يخرج هناك شيء جيد من هذه القمة لكن الأمور تكون على الأرضية الشعبية أشكركم جزيلا الشكر من بولم بيتش جاردنز في ولاية فلوريدا أستاذ البيئة جيف فان تريز وأيضا من بيروت مديرة المركز العربي لسياسات تغيير المناخ في الأمم المتحدة سيدة رولة مجدلاني من جديد شكرا جزيلا لكم